تسببت بركة مائية تشكلت بمنطقة الحوضين ببنعكنون على مستوى الطريقة السريعة دار البيضة الزيرالدة بالعاصمة بفعل العمطار الغزيرة التي تهاطلت في اختناق مروري ضخم حسب ما لوحد وأوضح النقيب نسين برناويا المكلف بالإعلام بالحماية المدنية لمليتها الجزائر أن البركة المائية توسعت في حدود الساعة السابعة وخمسة واربعون دقيقة ما أدى إلى غلق رواقين من الطريق التي غمرتها المياه كليا وأضاف أن الحماية المدنية سخرت أربع نضخات كبيرة لامتصاص المياه المتراكمة إلى جانب شاحنتين وسيارة إصعاف وثلاثين عونا وقال أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من إزاحة سيارة نفعية غمرتها المياه على مستوى الحوضين دون تسجيل أي ضحايا وأشار إلى أن العملية استمرت إلى غاية امتصاص كافة المياه المتواجدة بالرواقين لفك الاختناق المروري فيما تسببت بركة مائية أخرى في قطعي الطريق على مستوى منطقة الرياح الكبرى بمحاذاة دنيا بارك التغطية كانت لطهر بنزين كميات كبيرة سجلت على مستوى العاصمة أدت إلى حدوث فيضان بسيط على مستوى طريق الرابط طريق السريع الجنوبي الرابط بين بن عكنون وزير الدا قوة الشرطة تبع لجهاز الأمن الوطني كانت سباقة في عن المكان تم خلق الطريق مصالح الأشغال العمومية لأمن ولاية الجزائر تمت صليح العاطب بتأكيد حسب المعلومات الأولية ولا خسائر سجلت بفضل الله كما تشاهدون بسبب الأمطار الغزيرة المتاطلة في الساعات الأخيرة تسببت هذه البركة للمياه مما أعاقت حركة المرور على مستوى الطريق السريع الغربي الرابط ما بين الداير البيضاء والزيرالدة بالضبط على مستوى بارك دونيا بالنسبة لقنوات الصرف بسبب الأوحال نتيجة الأوحال بالوعات والقنوات الصرف انسداد على مستوها بالنسبة للخسائر لحد الساعة لا توجد أي خسائر الحمد لله كما ترون